السلام عليكم التعليم اللي رح نشوفها اليوم هي تعليمة تري تعليمة تري هي شبيهة بتعليمة الاس اللي بنستخدمها لعرض محتويات مسار معين لكن الاختلاف بين التعليمتين هو انه تعليمة تري عن طريقها بتم عرض محتويات المسار على شكل هرمي او شكل افرع ولهذا السبب اسمها تري اللي جاي من افرع الاشجار لحتى استخدم هاي التعليمة بكل بساطة بكتب تري ضمن المسار اللي انا موجود فيه او المسار اللي بدي شوفه فاذا كتبت تري بدون اي اوبشينز او فلاك فرح تعطيني كافة المسارات والمجلدات اللي موجودة ضمن المسارات يعني هي بتقوم بعملية ريكرسيف يعني انا اذا كان ضمن المسار اللي عمالي استعرضه موجود عندي اكتر من مسار مسار جوا مسار جوا مسار فتعليمة تري بتعرض لي كل المسارات وكل الملفات انا اذا كان بدي بسط هاي التعليمي لحتى اعرض بس الامور اللي بدي اياها او بس اني اعرض المسارات فبقل له تري ماينس دي بهذا الشكل ما عرضت لي اي ملفات عرضت فقط المسارات المسارات طيب انا اذا كان بدي استعرض مسار معين فاذا بدي اجي لتعليم تري وعطيها مسار معين كمان هذا الكلام ممكن فبقل له تري وبقل له .config وبهذا الشكل عرضت لي بس المسارات اللي موجودة او المسارات والملفات اللي موجودة ضمن .config ما عرضت لي المسار الحالي طيب انا اذا ما كان بدي كل المسارات الفرعية يعني اذا كان عندي مسار جوا مسار جوا مسار انا بس بدي اعرض المسار الاول فبستخدم .config 3-L اللي هي الليفل ويحدد مثلا انه بس بدي اشوف الليفل واحد او سب ديركتوري واحد بهذا الشكل حددت لي انه ضمن مثلا لنقول ما عرضت لي المسارات المخفية بس عرضت لي مثلا انا بعرف انه ضمن البيكتشيرز انا في عندي اكتر من مسار بس ما عرضت لي المسارات بالكامل طيب لو بدي اقول له مثلا لو عطيته انه يعرض لي two levels فرح شوف انه عرضت لي ضمن الفيديوز عرضت لي اللي هو الليفل الاول ومسلا ضمن الليفل الاول في عندي ليفل تاني ضمن هاد الليفل التاني لسه في عندي ليفل تالت بس ما عرضت لي يا لانه التلة تعرض لي بس two levels طيب انا مع تعليمه تري اذا كان بدي انه يعرض لي المسار بالكامل من النقطة الحالية اللي انا موجود فيها وصولا للملف النهائي فبستخدم flag او option داش اف فبقال له three space داش اف بهاي الطريقة رح شوف انه لناخد على سبيل المثال ال 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 سب تو اللي هو موجود ضمن مسار الفيديوز فرح شوف انه وعطاني الدوت اللي هو المسار الحالي او النقطة الحالية اللي انا موجود فيها بعدين عطاني كافة المسارات وصولا للملف النهائي مع الاكستنشنز الخاصة فيه هذا كل شي بالنسبة لتعليم التري بلتقي فيكم بفيديو بكرة وبامان الله اشتركوا في القناة